السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صهوي بمقطع جديد من مانيكرافت اليوم يا جماعة وان بتماشى بالقرية لقيت الكراوي وهذا الكراوي ببيع القلاع ولكن هذا القلاع أوبي اي قلعة راح اشتريها من هذا الفيلجر راح تكون قلعة أوبي فعشان هيك بنصحك تابع الحلقة من البداية للنهاية عشان تشوف كل القلع أوبي اللي قدرت اجيبها من الفيلجر هات وهلا بحكي لكم بتمنى تستمتوا في المقطع عزيز المشاهد ركز معي كتير منيح قبل ما نروح ونشوف الكراوي اللي ببيعنا قلاع أوبي بتمنى من كل واحد يضغط على اللايك ويشترك بالقناة عشان نوسل 750 ألف مشترك بخلال هذا اليوم اذا ما وصلنا بخلال هذا اليوم راح اسعل منكم والله لانه فعليا مش ضايا الاشي وراح نوسل 750 ألف مشترك وان شاء الله الهدف التالي راح يكون عندنا 800 ألف مشترك وبخلال السن اكيد راح نجيب المليون فبتمنى هذا الاشي منكم بدعمكم الرهيب ونشركم للقناة راح يزير هذا الاشي وتأكد انك مش اغلت زيادة اشعارات عشان اذا يوم من الايام بلشت انشر لكم اكوايد ماي نيكرافت وزي امتوا شايفين فيه كودين خدوهم لحقوا عليهم ان شاء الله يكون من نصيبك هلا خلينا جميل شوية خشاب بالبداية واتباح للارنجولم ولا خلينا على طول اشوفي القروي اللي ببيعنا قلاع أوبي اذا شفت واحد فعليا راح اتقاد معها مرة واحدة القلاع راح تكون أوبي صح يعني اذا اتقادت معا مرة واحدة القلاع راح تعطيني امرد بشكل جدا كبير وانا ليش باجي هون وينه اللي ببيعنا قلاع أوبي اه وين اختفى معقول هذا هو خلينا اروح اشيك عليه سلام عليكم يا كروي والله يعني اسمعنا انك بتبيع قلاع أوبي وين هم والله العظيم انا كنت مرئ منهم ما شفتم هاي واحد وهي التاني ياهلا والله بحتاج حبة امرد وصندوق عشان يعطيني قلاع أوبي بدي احاول اعمل تحدي بسيط من كل قلعة اجيب بثلاث قلعة يعني القلعة الوحدة بقدر اجيب منها ثلاثة بعد الثلاثة ما بقدر اجيب ليش عشان التحدي بس وبنافس الوقت اكتبوهني تحت بالكومنتات اذا شفتوا قلعة جدا جدا رهيبة وانتو حبوتها بشكل جدا كبير ومنظرها حلو بالبلوكات والموارد الأوبي اكتبوهنا تحت بالتعليقات لا تيجي القلعة اللي انتو بتشوفوها جدا جدا حلوة نيجي عند الكروي الجميل هذا نعطي الوظيفة الرهيبة عشان انسير نعطيه بالويت ويعطينا امروض صح ما بدك طيب ما عندي عيات مشكلة هلأ اجيب لي شوية فود الي بتمنى بتمنى يعني بالويت لا تطول علينا عشان اتقدم على الكروي تاع الوبي عشان اجيب منه كلاعة الوبي يا سلام ثلاثة حبات اعطاني والله شكرا لك جزيلا طب نحتاج احنا هلأ صندوق وما عندنا صندوق خلالي اجيب لي منه شوية خشب اتصدقوا بحتاج اتبح للآيرون غولام عشان اسير اكسر البلوكات الاميرولد والدايموند والجولد والآيرون عشان اقدر اصوي منها دروع واستفيد منها واسويلي تقريبا صندوق صندوقين بكفوني انشاء الله انهم بكفوا ونعملنا سيف عشان سيف بحتاجه اتبح للآيرون غولام وانا ما كان بالي اني اتبحك اليوم كنت حاب اروع القلاع والاقلاع الزبطني بس يعني خايفين احنا انه القلاع تكون مثلا من ايرون ونقعد سنة وست واشر وانحنا نكسر ببلوكاتها الله ياخدك يا معفن اوصلني الاشيف اوصل يعني هو عادي انا اضربك بس ما منوت اضربني اخر الحلقات سنميد ايده علي حلو والله اشوف شوف هاد الوردة اليك يا ايرون غلمي جميل على تضحيتك الجميلة وعطاني خمس حبات يعني هاد الابسطني منه الخمس حبات بس سويلك بكاكس ايرون احتاج صندوقت كتير اليوم بالحلقة هاي اعطيني سيف جدا مهم وعطيني كمان اكس وعطيني كمان هو اجيب للزيادة من الغذاء لان الغذاء فعليا احتاجه بشكل جدا كبير اليوم او مش بشكل جدا كبير بحتاجه تقريبا تقريبا يعني ممكن نحكي شغلت استاك استاك و 10 حبات اتوقع هكون جدا مناسب عنا استاك وعنا كمان زيادة عندي استاك و 8 حبات تعالي يا حلو ايش اكتبعنا بالبداية بالبداية يبيعلي ديزر تيمبل ديزر تيمبل اعطيني منها واحدة بعدين لما انزل تحت عندها فيه بيكون 4 صلاة ديك بياخدوا 4 صلاة ديك بطكان كمان مرة وبكون معاي امروض ان شاء الله لاقي امروض خلينا ابعد على المنطقة عشان عند المنطقة ما تخرب نيجي مثلا اعسبيه المثال بالمنطقة هاي ونحكي ان شاء الله ما اتدمج بسم الله عبركة الله 1 2 3 هاله والله على طول دايمون وبلوكات امروض موجود حلو وبلوكات جولد خلينا اجيب لي اول اشي بلوكات الجولد هذه والامرولد يا سلام عشان اضمن ان اشتري لي كمان قلاع زيادة واجيب الاشياء اللي بحتاجها فعلية بدي اشوف كل القلاع ونستكشف كل القلاع نشوف كيف رح يكون منظرها المنظر تباعها جدا جدا فخم والله المنظر تباعها جدا جدا فخم خلينا اكسر هدول بلوكات الامرولد هل سنضيك رح تكون او بي كمان ولا رح تكون عادية لازم انزل واشوف يا رب تكون قلاع او بي وسنضيكها او بي كمان شوف البلوكات الدايموند جيب جيب ثلاثة بلوكات دايموند سراح انتي والله ممتاز فالارمور دايموند فالتورزم دايموند بشكل جدا جدا سريع والله اجيتكم بنية طيبة انشاء تقول دون ابل ممتاز وقام بودر جيبها ممكن يجيب لنا اليترا بس منحتاج ورقة خلينا اكسر الصندوق هده انا اصلا ونشوف هون ما في اش مفيد اكسره اعطين صندوق وهون في ارون ممتاز وفي جانبودر زيادة حلو وهذا في خيوط عنكبوت بسويلي في بو طيب الشغلات التافا راح ارميها على طول ما راح احتاجها هلأ منقدر نطلع انشاء الله يكفينا الرمال اذا ما كفت بابني بكم بلوك من بلوكات مثلا نحكي الامرالد والله حلو كفت كفت وزيادة اشتريلي كمان قلعتين من الديسر التمبل وبعدها فعلها ما راح اقدر اشتري زي ما قلتلكم بقدر اشتري من كل قلعة ثلاث قلعة هذا هو التحدي عشان ما قبلي قلعة كتير واخرب العالم لان العالم جدا مسكن والله شوفوا القلعة كيف راي والله منظرها جدا مفخن ممكن انا احب اكتر اشي الديسر التمبل ممكن الاشي البعده احبه اكتر ما بعرف لسه ما شفت انا لازم مع بعض نشوفه نستكشف بس خلينا في البداية اني انام عشان الوحوش ما تعجب علي شو رايكم اجيب لي بكسب السكر هاد احطه بمنطقة قريبة عشان يعد يكبر واجيب لي ورق زيادة اتوقع الخطة هاي جدا جدا مناسب شوف السر هاده بحتاجه والليل يلا تعالي يا ليل الله يرضى عليك حلو اتصدقوا وانا نايم شفت انه في قلعة وهذا القلعة بكون فيها تاعت المشروبات تاعت المشروبات لما اعطيها لها القروي بيصير يبيع لعيون عيون اندر بير يعني بكل اختصار اذا رحنا اتقادنا مع القروي ممكن يصير يبيع لقلعة تاعت النذر ويكون فيها سبونر بس وقل القرويين وانا شردوا هل اجيب لي تنتين منه وبعدين انحلل امرض المعاني هاده في عنده فيليج نجيب وحدة اذا عجبتني رح اجيب منها كمان اذا ما عجبتني لعطر كماشي اتوقع هذا الحل الامثل اسمع لا تروح مكان اه رجعلك الله يرضى عليك نيجي على المكان هاده وابنة ديزارت يا سلام وخلينا نشوف الصديق تاعتها رح يكون فيها كمان ناتش قبل زيادة سلام عليكم رح الله وبركاته عنده اهر زيادة وفيه قام باودر زيادة والله رح اسويل اليوم فايرورك بشكل جدا كبير كتاب والله كتابك معفن زي وانشك طلعوني من المكان هاد نحت ان شاء الله يكون فيها ايتمات حلوه هديك القلعة ما كان فيها ايتمات جدا جدا فخمة بس هادي ممكن يكون فيها شغلات حلوه آآآآآ الله يخدكم الله يخدكم والله بالغلط دعست البرش بليت وكل فكري اني ما دعست عليها والله ما شاء الله انا ذكي جدا ما شاء الله علي الحمدوله اني ما امتت هلين ايجي هون عتاعت الفيلج نحك ان شاء الله تكون حلوه اذا ما كانت علوه والله رح اذا داعي بسم الله يا اهلين بالفيلش الجميلة بس يا انو فيها كتير من الفحم ورد ستوم فيها كتير يا ازا في تهي انتي حوالينا جي جي والله راح تتبحنا على طول خلاني جعبت الحدات على طول ممكن يكون فيها اشي جدا حلو خلاني نشيك ونيجي هون دروع بس الادروع انا ما بحتاجها لانه كمان شوي راح اسويلي فل ارمور دايموند وراح اسوي كمان فل تولز من الدايموند راح ناخد منها النظر رايت نسن ندمج النظر رايت مع الادروع الفيلج هاي ما راح شرعها كمان مرة لانه ما عشبتنا كتير ممكن يشوفنا اشي افضل منها هادي تأتي الانت صح اذا هي ما راح شرع منها كتير راح اخلي القلع عنا هادي موجودة هون ونشوف كم عين راح تاخد اتوقع هي تحتها لأ المفروض المفروض تكون تحتي كأني ضيعتها وراح اطارني اشاري كمان واحدة بس هالمرة بدي احاول اطلع لفوق بالبلوكات وبعدين احط البيضة عشان ترسبلي الانت في منطقة ماكشوفة بيش تحت الارض يعني بدأ تغلبني والله الا اشتروا افرجيكم شوفوا شوفوا الحركة الحركة بكون اختصار نيجي على المنطقة هاي واطلع لفوق تقريبا نحكي 10 بلوكات كفاية نحط البيضة هاي يا سلام على الطول شفتوا كيف مخ 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 استراتيجي نشوف لو والله مش هي وينها هاي 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 البوابة كم عيني منحتاج عشان نفتح البواب خلينا اشيك عليها يا معفن انت ويا شو بتكم ابلع بس بحتاج 9 حبات وموجود 3، يعني 12 السلام عليكم quáروي يعني بنحتاج كمان منك 4 بيضات بس اش راح ناخد ناخد من السفينة هادي هاي بتحيي السفينة البحر عرفتوها وبنحتاج انجمرونغوها فهدي مبعرف الشي معания شايفها عن ابل نيذر فوريس توكح هاي القلعة بتكون هللا عندي خيار جدا صعب عندي صندوق واحد وفي يندي ضايب بطين ما اختتهم الي هي الاند ستي اللي هي هاي القلعة تيعت البيقلي بيكون فيها بيقلين بكون صناديقها ادروعة مطورة بتطويرات جدا حلوة ايش ااخد انا بقول خلينا نروح مع الانت سيتي نحكي ان شاء الله ما نندم بدي احاول ايجي على مكان منعزل عشاء القرية ما تروح فيها لو ركزتوا تاتي الانت طيرت نص البيت والقروين اكيد راح يزعلوا علي هلاني يجي هون والرصبن هادي هذا ايش هذا اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المرد والجولد الضوارة هذا ما منحتاجه أنت عندك دامود كتير و الله عندي دامود كتير لم으면 بأسولي دروعة دائمند رعب JP جب XY وفي كما صندوق دخلتون الصندوق حان فقط هلو اخذوا الصندوق نجيب منه وإن شي قادمة ونجيب منه تاعة البقلن لازم ايجي هون يجمع لي خشب ماندي خشب رعب معندي خشب لازم ايجيلي خشب ونجيبه لخشب عشان نسولي دروعة وادوات من الدايمون هدول خلاص زيتهم يصوهايب ما بتحتاجهم راح تجيب اشي افضل منهم بكتير وين خشب بتاعي نعمل زي هيك ستكي كتير جيبلي ما شاء الله بسوي كرافتنك تابل وانا عندي كرافتنك تابل ما شاء الله عليك صوهايب ذكي جدا حبة حبتين جيبها ومنحتاج اخر اشي من البوت يا سلام فل ارمور دايمون وبيش بشكل جدا سريع بس كنا منقدر نسويه بشكل جدا سريع بس انا يعني طولت فيها نجيب باكس وواحد بكاكس اخر اشي خلاص هيك فعليا انا فل ارمور وفلتو زي الشفل والهو ما بحتاجهم يا جماعة بدي ااجي هون اكسر لي بلوك واحد من النذر رايت بنحتاج واحد اتوقع له فل ارمور ولا اقولكم اكسر لي بلوكين اتوقع بلوكين راح يكون كفاية الي بدي اكسره بسرعة وارروع الانت سيتي الانت سيتي يا جماعة احتمالي يرسم السفينة والسفينة يكون فيها اليترا اذا كان فيها اليترا هي انه راح ارتاح نفسيا كتير وعطيني الالي جميلة هاي راح تدمج لي دروعي وادواتي ودروعي راح تتحول للا ايش الى نذر رايت فل ارمور وعطيني كمان فل تولز يا سلام اسمعوا الطرب اسمعوا اسمعوا اسمع بس يا سلام على الطرب يا سلام انا عنده بالطين لسه ايش البيضة الاولى واش البيضة التانية عند النذر وعند الانت سيتي اذا هاي مثلا رسبنتلي تاعة النذر وكان فيها سبونر يا رب فيه سبونر يا رب إذا كان فيه سبور الجماعة راح يتسهل علي بشكل جداً كبير أجمع البلز أتوقع رحتاج خمس حبات البلز فقط لا غير خلانا نرسم الانت سيتي يارب يكون فيه سفينة يارب سفينة 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 لو زمحتوا حلو فيه سفينة بفوق لازم نيجي هون نطلع عنده السفينة بسرعة والقلعب منظرها والله جداً فخم عندها دايموند عندها نظر رايت عندها بلوكات لا برززولي عندك كتير شغلات حلوة والباركور تاعة جداً جداً سهل مش عسلاب على بلوك واحد بيجي نشوف داخل القلعب مش داخل السفينة هل ممكن يكون فيها صندق والله فيها والصندق تاعتها راح يكون فيها ادروع مطورة وأنا متأكد من هذا الاشي نيجي هون افشين سي ثري حلو وادروع دايموند وبروتكشن ثري وبلاز بروتكشن آي في والله ممتاز وهذا ايش الهلمة هاي اللي عندي افضل من هاي فرح اسحب عليها واتركها بس قبل ما اسحب عليها واتركها انتو عارفين انا منقدر ننشي اليوم ثلاث قلع فرح ارجع عشرية كمان قلعتين من الانت سيتي لما فيه احتمال يعطيني فل ارمور والفل ارمور يكون مطور عندي حبيبي لذا فيه عندي كمان غرفة خليها اروع على الغرفة التانية ممكن يكون فيها كمان اشياء ارهب شفتو في عندهم كمان صندوق واحد يا معفنين والله هم مش كرمين بس والله حلو اعطاني سربوال وبروتكشن ايفي شو بدي احسن من هيك انا هذا منحوله ايش على طول الى نظر رايت عشان البسه وبكون عندي درعي مطور ونرمي هدول مثلا ولا خليهم عندي حاليا ممكن يسفية تعطيني بروتكشن ايفي ما بتعرفوا وين السفينة لو سمحتوا السفينة وينها هايها السفينة هايها قريبة علي حلو حلو السفينة قريبة علي سلام عليكم يا سفينة يا جميلة كيف حالك خليجيب هادى الالة بحتاجها عشان القروي نجيب منه عيون وعطيني الالترا لو سمحتوا الالترا والله تجي الالترا حركاتكم هاي مالها داعي عنده افشنسة ثري يعني بنقدر نجيب افشنسة ايفي اذا عنا امبل بس انا ما بحتاج سيف دامضه مطور ماله فايدة في بوت والبوت عليه فايرل بوتكشن ومندك افضل من لا شيء يعني صار في عنده فل ارمور فيها دروع مطورة بشكل جدا حلو وهيك بقدر استفيد منهم نجيب منهم بليز وان شاء الله نجيب من القروي العيون وراح اقدر اروح على الاند بشكل جدا سريع بس البليز الحلو لو راسب اللي بشكل اسرع وان رايح جيشرت فوق ما في شروط ابلع انت كمان كم عصاي صار معي ثلاثة حلو شوفوا احنا بنحتاج شسح حبات يايف اندر معانا ستة بحتاج كمان ثلاثة من البليز باودر اهلين 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 اطول هدول حقدين حقدين انتو على طول تحكدوا هيك اعطاني عصاي ممتاز صار ادي معاي صار معاي الثمانية بحتاج كمان وحدة اتوقع وحدة صح ياب وحدة بحتاج هلا والله بالامور المشعلل حلو اطانا اخر وحدة نسحب حالنا ونمشي اروح انام على طول عشان الليل ما بدنا اياه خلص تعال يا كروي يا جميل اعطيني من الانستي وحدة تنتين بعدها ما بقدر اجيب منها خلينا نجيب واحدة من البسات هاي ما شفناها احنا اتوقع هيك انا جيبت الاشياء المطلوبة ثواني 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 عشان ما ننسى خلاني اجعل فيلجر هاتي جميل اتقايد معا بشكل جدا كبير عشان سير يبيع العيون اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك خود اردني السلام كله لو سمحت لفل سريع يا سلام عليك فنان رهيب انت والله غلو ستون المفروض بادلي كلو ستون يعطيني عيون اذا ما اعطاني عيون والله رح يكون اشي مش منيح الله ياخدك ام عفن الفلشات ضبحتو والله يسطر ما يغلى علينا والله غلى علينا يخرب باتك ام عفن تمنحبات والله كتير والله كتير تمنحبات والله يجي يجي بنحتاج امرض كتير هيك هلان يجي هون كسب السكر عندي كتران هلان كسروا وبدأ سوي لها اوراك عشان سوينا فير وورك عشان على طول اطلع عند السفينة عشان نشوف السفينة ايش فيها رح يكون شغلات حلوة حط هدول مع بعض يصير عنا فاير وورك 18 والله كتير والله العدد جدا حلو وهدول التنتين حطهم هون عشان يتكاثروا اكتر هادى الانت سيتي التانية سلام عليكم اخبارك يا انت سيتي على طول يا حبيبي الطيران بقدر ايجي هون وبقدر ايجي هون بشكل جدا سريع نيجي اول ايش عالسفينة اللي هي الاهم هادة بالنسبة الي ونشوف الصندوق فورجن افشpread одна ايفي افضل بكتير وهون هلمت بروتكشن ثري الهلمت المعي انا bi**ح بروتكشن ثري مع ثري بيسير بتكشن ايفي ممتاز الكتير نيجي هون نشوف الصندوق هاي يا ساتر كل اشي من ايرون ما بدنا اي رون Isordum ان شاءاله غرفة هاي تكون كويسية لو سمحت اكوني كويسة نشوف هدي الصندوق اللي هون بوت بتكشن ايفي حلو افضل من اللي عندي بكتير ومم بروتكشن 3 مع بروتكشن 3 بروتكشن اي فيو و انا س ماشاء الله و هذا كمان صندوق ما له فايد يلا الامل ع اخر القلعة بتشوف هل بقدر اجيبلي فول ارمي بروتكشن اي فيو لو فعليا بحتاج اشي واحد من البروتكشن اي في اللي هو شس بليت السروال اللي عندي البوت عندي الهلمت بقدر قدمجهم واسوي البدية بس الشس بليت ما فيه بروتكشن اي في للأسف يعني طيارة بسرعة عسفين يا سهي بدون اي تردد سيف شارمس اي في ممتاز كتير وهذا السروال معفن هو ما بدنا سرويل احنا بدنا شس بليت لو سمحت عنا صندوق هلمت ما بدنا ضلعينا الغرفة الاخيرة الخرفة الاخيرة ازا كان فيها بروتكشن اي في عشي سبليت والله بطلع الاشي جدا ممتاز وسهلوا علينا كتير العافية شو الوضع عندكم شارمس اي في بسرعة عندك شارمس في يا سلام وبروتكشن بلاس بروتكشن الله ياخدكم طب هذا اخر صندوق يا عرب يا عرب يا عرب للأسف يا جماعة ما في لازم اكسر بلوكات ايرو عشان نسوي الانفل وما ننسى نجبينا بلوكات امرد كتير وبلوكات الامرد فعليا بسرعة عندك بروتكشن اي في ممتاز البوت عندك بروتكشن اي في عنا كمان ادول التنية لازم ندمجهم يعطيني سيف شارمس اي في يا معافينا عطوني سيف شارمس اي في بحتاج شوية لفل طيب ما عنا اي مشكلة حط هذا ونظر رايت ما عندي لا عندي الحمدلله مع هذا ومع هذا فول آرم ونظر رايت وكله بروتكشن اي في الا هذا بلاس بروتكشن يتصدقوا في شغل نسيتها البوم ما جبته البوم لازم نجيب لنا بوم طور نتقايد مع القرويين يعطوني بوم طور وان شاء الله نستفيد منه هتواكع ست البلوكات هاي مش كفاية خلانا نكسر الزيادة نجيبهم هدول كلهم منحك ان شاء الله يكون كفاية هتقايد مع تاع العيون نجيب منه عيون ونتقايد كمان مع تاع البو نجيب لنا بو اللي حلو بالشفل انه عليه فشنسي او فورتشن اسف بيعطينا هيك بسرعة من الفلنت وهذا الآلة جاهزة خلاص نسح بحالنا ونروح هلأ تقايدات تقايدات عشان نروح على الان هادا اغلى قروب اشوفه بحياتي والله غالي يخربهتوا والله بسهلك من كتير امروض والله اذا ما بعطيني عيون راح ازعلي كتير يخربهتك والامرود خلص الحمد لله بيع العيون وحداش امروض بده يخربهتوا واحد يخدها عبر ما اروح اجيب لي امروض زيادة وارجع ان شاء الله هدول يكون كفاية اذا ما كانوا كفاية والله بازعل والله بادبحك اذا ما كانوا كفاية العافية اخبارك يا طيب بنحتاج منك عيون كتير لا بنحتاج 8 9 عيون والله معك والله هلأ ادبحك بسستنى شوية اتقاد معها بلا شي يزعل علينا كمان اعطيني اسهم كتير ودول العيون حولهم صار عندي 9 اي اي اوف اندر ممتاز وخليني ادمج على طول السيف يصير عندي شابنس ايفي وكمان حولوا الى نظر رايت عشان ما انسى يا سلام وهذا كمان حول اللي بيش محاولوا صدى الاحلى كروسبو هلأ اطيني بوم طور مش ضال عندي امروض يغرباتكم اخدتم مني كل امروض اللي عندي باور 2 والله حلو بقدر سوي باور 3 وعندي كسب سكر هون كبر خلانا احط كما زيادة ممكن يكبر اكتر قبل ما اجيب لي البول بحتاجه بدي انزل عند هدول اتوقع هدول اخر امروضات بقدر اجيبهم والله في امروض كتير هون ست بلوكات كفاية اتوقع جبتلك امروض كتير عشان اتعطيني بون بدي بون بدر اجيب اربعة اجيبت اربعة بدر سوي باور اي في بس ما بقدر اصلا انا ما بدي اه سمعني ما بدي منك ما بدي نيجي هون نيجي هدول مع بعض باور 3 انا هيك جاهز اوووو ما شفنا هاد القلعة هاد اخر قلعة ما شفناها خليها نحطها هون ونشوف هالممكن تكون قلعة حلوة ولا قلعة معفنة كلها دامد ونظر ريت من جوه بش لافا من جوه مي وفيه امرض هون كمان والله تسدقوا حلوة هادي مش لافا مي حطين وفيه بلوكات ايرون كتير وفيه دامد كتير ياريتني جيت من هون من قبل والله فيها شغلات حلوة كهينة بس انا يا جماعة ما بحتاجها جبتلي كل اشي بحتاجه نيجي على البوابه الجميلة راح توديه عيدة تنين واجده جلد بده اصوي لي فايرورك زيادة وتفكروني اني نسيهم هدول والله ما نسيهم جيبهو هذا بالنسبة الى الوقوت تبعي هدي بنقدر نجيب والله 56 تقريبا استكجب عافية النين تفجير الابراج راح يكون جدا جدا سهل وسريع خد هادي خد هاي كمان وهذا على الماشي نرجع انطير كمان مرة ونجيب هذا البرج ارمئ يا سلام هذا الاصغير والله كيوت هذا البرج الابراج المحترفين راح اجيبهم اليوم من فوق ما بده اجيبهم من تحت نضرب هيك يعني بدك اياني بوجهك اكسرها خدها تنين والله خلص انا هيك جاهز هلا التنين متفرغ لك انا لازم يا جماعة اضبوا بالبو ولازم بالسيف عندي سيف شارمز في وعندي قولدان قبل مطوعة لازم اكون لها هاي كمان والله دمشته كتير اتوقع هادي النازل الاخيرة تاعته لاني راح ادمجه بالسيف وبعدين اطير راح ادمجه ايش بالبو بعدها عافية تنين والله قاعد متدمج من السيف كتير والله ادمج كتير من السيف تعال 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 ما بدي خليك تنزل كمان النازلة النازل بعدها انت راح تكون اصلا مية قبل ما تنزل تنيني يا جاميل تنيني يا امور والله احبك يا تنين والله احبك كتير خرباتك وطيرتني والله طيرني بعيد سرعة بسرعة يا سهب قبل ما ينزل 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 كان معكم أخوكم سهيس و شوكم بفاقة الجاي بأمان إلا